المكان مركز المعارض في أبوظبي الحدث معرض أسبوع الإنشاءات العربي والهدف هو التركيز على البناء الكامل والمستدام والسؤال كيف؟ الإجابة تتمخض عن المشاهدات والتفاصيل فالحدث يجمع 500 جهة محلية وعالمية من المطورين والاستشاريين والمقاولين والمزودين العاملين في مجال البناء والتشييد بهدف مناقشة الإجراءات والسبل الكفيلة بتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة تسهم في ترشيد استخدام الطاقة وتدعم التنمية المستدامة الطاقة أهم عامل في هذا الموضوع استهلاك المياه أهم عامل هذا الموضوع يجب أن يفهمها المستثمرين والمطورين اليوم نتكلم عن الطاقة هناك وفر في الطاقة بشكل كبير يتكلم عن أكثر من 30 إلى 50% في وفر في الطاقة ومع أن تكلفة المشاريع الصديقة للبيئة تفوق تكلفة العقار العادي إلا أن خطط إمارة أبوظبي لتكون رائدة في هذه الصناعة من خلال إنفاق ما يزيد على 81 مليار دولار على الطرق والجسور على مدى العقدين المقبلين تؤكد حرصها على تبني هذا التوجه ودعمه أعتقد دمنا الحاجات المفروض واجهة للعالم العربي كله في الأمارات لأن التطور هنا سريع جدا ودائما القطاعات الإنشائية هنا بتفكر دائما في الأحدث والأكثر تطورا وخاصة ما بين الخضراء إذن قد تبدو التكلفة الآنية فيما يتعلق بالبناء المستدام أعلى من تكلفة البناء العادي ولكنها على المدى البعيد توفر ما لا يستطيع العقار العادي توفيره إذ أنها وفقا لدائرة بلدية أبوظبي تخفض من 30 إلى 50% من استهلاك الطاقة فضلا عن أنها مشاريع صديقة للبيئة إبراهيم الأمير الرؤية الاقتصادية أبوظبي اشتركوا في القناة